الاجتماع الذي دعا له رئيس المعارضة يتسحاك هرتسوغ جاء من أجل بحث ما وصفه بالإخفاقات الدبلوماسية للحكومة بسبب قرار مجلس الأمن من الاستيطان حزب المعسكر الصهيوني انتقد سياسة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بشدة واعتبرها تعمل على إبادة علاقات إسرائيل الخارجية من يتعامل الآن مع رئيس الولايات المتحدة المنتخب على أنه دمية بيديه والرئيس المنتخب على أنه لا شيء فإنه سيدفع على ذلك أثمانا سياسية في نهاية المطاف هذا التسونامي السياسي هو بسبب قانون التسوية والاستيطان وتراجع نتنياهو أمام قلة من المستوطنين وأقلة متطرفة داخل الحكومة وذلك لأنه لا يريد الحفاظ على رصيده السياسي وقد أجمع الخبراء الذين تم استدعاؤهم إلى الجلسة الخاصة التي عقدت في الكنيست أجمعوا على عدم إمكانية أن تتقبل الأسرة الدولية شهية حكومة نتنياهو الاستيطانية يخطئ من يتوقع أن يتم طرح مشروع قرار من هذا القبيل في مجلس الأمن على خلفية قانون لتسوية الاستيطان غير الشرعي وأن يدعمنا حلفاؤنا الموقف الأمريكي كما تم التعبير عنه في قرار مجلس الأمن هو الموقف التقليدي لكل الرؤساء وأنا أستغرب كيف لم يتم اتخاذ قرار من هذا القبيل مسبقا من ناحية ثانية لا تزال الحكومة الإسرائيلية تنتقد بشدة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما بسبب امتناعها عن استعمال حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أوباما استغل هذه الفترة من أجل العمل على قرار ضد إسرائيل الذي ينمو عن دوافع شخصية أوباما لم يدعم إسرائيل أبدا ولا حتى حكومة نتنياهو ومع ذلك فربما تحاول الحكومة أن تتجنب ردود فعل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أيامها الأخيرة فقد أعلنت بلدية القدس عن تجميد حوالي 400 وحدة استيطانية وذلك بإعاز شخصي من بنيامين نتنياهو من القدس الشرقية يحيى قاسم الحرة